مين اللي هيجي مع كلاتنبرج؟ مين رئيس لاجل الحكام اللي جاي؟ كلاتنبرج جاي مستشار يعني للتحكم المصري مين بقى هيبقى رئيس لاجل الحكام؟ هل هيبقى الكابتن عصام عبدالفتاح؟ ولا سيرحل الكابتن عصام عبدالفتاح؟ هيا يكون في اسمه؟ خلينا نحكي لك الكواليس هو طبعاً يمكن الفترة الاخيرة دي كان فيه قسام داخل مجلس ادارة اتحاد الكورة حول استمرار الكابتن عصام عبدالفتاح أو الله رحل كان فيه ناس معاه وفيه ناس ضده فيه حوالي ثلاثة كانوا تمسكين بالكابتن عصام ان هو الفترة اللي جاي فترة صعبة كلادنبرج ممكن ميلومش بالكورة المصرية والتحكم المصري بشكل كبير مش قريب من الحكام خلينا نقول طبعاً بعد اعلان كلادنبرج يمكن كان الكابتن عصام كان له تصريح احكد خلاله قبل فترة ان لو في حالة التعاقد مع خبير اجنبي سيتم الاعلان استقالته عشان كده اتحاد الكورة فتح خدوص اتصال مع اكتر من حكم يمكن كان ابرزه من كابتن سامير عصمان تواصل فعلاً احد اعضاء مجلس اتحاد الكورة مع كابتن سامير عصمان الرجل ابدأ موافقة ولكن طلب من اتحاد الكورة ايه اختصاصاته يعني في وجود كلادنبرج ايه الاختصاصات اللي هتبقى متاح له هل هو يبقى يدي له صلاحيات ان هو يعين حكام هل هيدي له صلاحيات ان هو يرفض حكام اجانب خلال فترة الجاية هل مهيت صلاحياته ايه رجل ابدأ موافقة وانا تواصلت مع احد اعضاء المجلس وفعلاً رجل ابدأ موافقة ولكن تم تقليل القرار لحين استقارت الكابتن عصمان عفتاح السؤال هنا بدون مقاطعة يعني هل في اصلاً اتحاد الكورة حاطت صلاحيات للخبيل التحكيمي الاجنبي وصلاحيات لرئيس اجن الحكام ولا ده اصلاً لسه متحطش لسه متحطش خلينا نقول يا استاذ كريم الناس ما تعرفوش ليه تعاقد اتحاد الكورة في الوقت الحالي مع الخبيل الاجنبي يمكن الهجوم الحد اللي تلقاه اتحاد الكورة في الاشهر الماضية بسبب الاخطاء التحكيمية خلى او اكبر اتحاد الكورة ان يتعاقد او يعني يحاول يتعاقد مع خبير اجنبي لتهديئة الاندية وتهديئة الرقم العام بس يعني خلينا نقوله القرار انتو مهاجمين الحكام مهاجمين لجنة الحكام طب احنا تعاقدنا دي حقيقة والله ايه مهاجمين لجنة بتقولي انه التعاقد مع كلاتن برج للتهديئة وليس التطوير ده حقيقة يعني ده المعلومة اللي عندي ان هي مجرد تهديئة للرأي العام وتهديئة الاندية اللي بتهاجم دايما القرارات التحكمية والتحاد الكورة فالتحاد الكورة ملاق نفسه في موقع يعني في موقع صعبي جدا وكمان يمكن استاذ احمد دياب كان يعني كان متداخل مع اتحاد الكورة الفتر اخير وقال يا جماعة خلاص احنا نتعاقد مع خبير اجنبي ونشوف ان شاء الله ربنا يعني سهل ان يكون له بصمة موجودة خلال الفترة اللي جاية خلينا نقول برضو ان حصل تواصل مع كابتن سامير عصمان ابدا موافقة حصل تواصل بشكل غير مباشر مع كابتن جريش برضو تواصل مع خد رايو الرجل برضو ابدا موافقته في اسماء كتير مطروحة الفترة اللي جاية كابتن انك ان كابتن اصامع فتحات هذه اللحظة لم يعلن بشكل رسم استقلته من لجنة الحجم ولكن في حين لو اعلن استقلته اعتقد انه يتمي بشكل رسمي اعلان احد الاسماء اللي انا قلت لجعلها دي ممكن يتمي الاعلان انا نهاية تتولى تبقى موجودة عم عكلات البرج بشرط ان يكون له صلاحيات كابتن سامير يكون له صلاحيات كاملة خلال الفترة اللي جاية